بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم يا شباب اليوم ان شاء الله تعالى هتكلم معاكم عن نظام البي ام اس البي ام اس احنا شايفين او بيسموه البيلدينج مانجمينت سيستم يبقى بي ام اس معناها بيلدينج مانجمينت سيستم نظام ادارة المبنى طبعا في شركات بيت متخصصة في انظامة ادارة المبنى والنظام ده منتشر جدا في المشاريع الكبيرة في بعض الاوقات بيسموه بدل بي ام اس بيسموه بي اي اس بي اي اس بيلدينج اوتوميشن سيستم يبقى بي اي معناها اوتوميشن بي اي اوتوميشن يبقى بيلدينج اوتوميشن سيستم او بيسموه بيلدينج مانجمينت كنترول سيستم بيلدينج مانجمينت كنترول سيستم يبقى احنا النظام بتاعنا النهاردة نظام التحكم في المبانى او بيسموه نظام ادارة المبانى نظام ادارة المبانى طيب ده بستخدموا عشان حكتين يا شباب ليه المراقبة تمام عشان اعمل منترينج والتحكم عشان اعمل كنترول في الأحمال المهمة داخل المبنى اللي أنا بشتغل عليه يبقى لو حد سألك إيه فايدت نظام بمس بستخدمه في المراقبة رقم واحد تمام رقم اثنين بعمل كنترول طيب إيه هي مميزات هذا النظام رقم واحد فيه عنصر الراحة يعني إيه في مكان واحد وباستخدام شخص واحد ممكن يتحكم في كل أحمال المبنى تمام باستخدام جهاز كمبيوتر واحد مربوط بالأنظمة دي فده بيديني عنصر الراحة إن أنا ما بعدش أتحرك كتير عشان أبدأ أعمل مونيترينج أو كنترول على المبنى طيب هل النظام ده آمن؟ نعم النظام ده آمن جدا تمام على أساس إن أنا أقدر أأمن النظام من إن أي حد يدخل عليه ويقدر يشغل أو يغير في الأحمال تمام يبقى لازم يبقى النظام آمن عشان مش أي حد يقدر يعمل عليه كنترول طب هل هو بيوفر طاقة عنصر التوفير؟ نعم النظام بيوفر طاقة بشكل كبير جدا خصوصا في أحمال تمام الإضاءة العامة يبقى رقم واحد رقم واحد في أحمال إيه؟ أهو رقم واحد مؤثر جدا بي اميس في أحمال الإنارة العامة رقم اتنين وده مهم جدا في أحمال التكييف على أساس إن أنا بركب سينسورز حسسات زي حسسات الحركة اللي هي الموشان سنسور وحسسات التواجد يبقى أنا عندي حسسات الحركة اللي ايه الميزة الخطيرة ان انا اقدر اعرف حالة كل المعدات تمام ايه اللي شغال ايه اللي مش شغال ايه اللي فيها عطل وكمان بيديني تنبيهات بكل الاحداث اللي بتحصل في المبنى الخاصة به التشغيل والفصل والاعطال وهكذا وده طبعا بيساعدني في ان انا اعمل فول كنترول وفول مونيترينج على الانظمة يبقى الملخص الفايدة الرئيسية من نظام البي ام اس رقم واحد التحكم رقم اثنين المراقبة مونوترينج اند كنترول لو احنا بصينا في انظمة التحكم هنلاقيها عبارة عن تلات مراحل عبارة عن وحدات ادخال امبو تيونيت زي الحساسات والسويتشات تمام اللي احنا بنحطها عند المعدات عشان تبدأ ترائب وتشوف وتديني قراءات يبقى وحدات الادخال هنا هي الحساسات والسويتشات طيب الحساسات دي بتديني ايه بتديني كود تمام مكتوب فيه ازاي بيتم التصرف مع الحساسات ده موجود فين ده في المرحلة التانية اللي احنا بنسميها البروسيسنج يونيت يبقى في اللوجيت المرحلة رقم واحد الامبوت رقم اتنين اللوجيت ده كود مكتوب فيه ازاي بتعمل معك كل تصرف من الحساسات اللي جاية طيب وحدات الاخراج اللي هي رقم ثلاثة الاوتبوت يونيت الاوتبوت يونيت دي هي اللي احنا بنسميها الاكشويتور او بيسموها بالعربي المشغلات اللي بيتم بيها التعامل مع الحمل سواء من تشغيل او فصل طيب يبقى وحدات ادخال امبوت يونيت وحدات معالجة وبعد كده ايه اخراج ولنا دي كل انظمة اللو كارنت لو طبقنا الكلام ده على نظام ال bms تمام هنشوف ان فيه حساسات لمراقبة المعدات المختلفة مثلا زي زي انا اقدر اعمل مراقبة درجة الحرارة مراقبة الرطوبة تمام وكمان هدخلها على متحكمات كنترولر الكنترولر ده شباب هو اللي مكتوب عليه البرنامج وموضح فيه يتصرف ازاي لما يلاقي اشارة من الحساس يبقى انا باخد الامبوت من السنسورز او من الحساسات وبدخلها على الكنترولر المتحكم المتحكم جواه كود الكود ده بيقدر تمام يكون فيه اكشنز تقدر تعملها لما تشوف الحساس بيدي لك القراءة الفلانية طيب وعندي كمان العضلات اللي هي اللي هتنفذ اللي هي مين الاكشويتورز وبالتالي يبقى نظام ال bms اللي انا بشتغل عليه بيتكون من ثلاث مراحل وحدات ادخال امبوت يونيتس ومعالجة واخراج الادخال زي ما شوفنا الحساسات السنسورز وهي السويتشز المعالجة اللي هي سمناها الكنترولر او المتحكم والاوتبوت اللي احنا سمناها الاكشويتورز تمام طيب مين من المهندسين ليه علاقة بنظام ال bms رقم واحد مهندس الكهرباء طبعا تمام قريب جدا من نظام ال bms رقم اثنين مهندس الميكانيكا رقم تلاتة مهندس التيار الخفيف طبعا احنا بنشوف كل مهندس عايز يرائب ايه تمام وعايز يتحكم في ايه لان احنا قلنا الهدف من نظام ال bms المراقبة والتحكم انت عايز ترائب ايه وعايز تتحكم في ايه طيب طبعا معظم التطبيقات يا اخوانا على معظم التطبيقات على انظمة ال bms بتبقى فيه التكييف المركزي تمام ليه لانه هو ذا الحمل الاكبر والاكثر استهلاكا وبالزات في الدول الحرة زي دول الخليج يعني تقريبا 80% من اللودز او من الاحمال تمام بتكون على التكييفات المركزية او التكييفات بصفة عامة يبقى الهدف منه هو التحكم ومراقبة التكييف المركزي تمام طيب انا هبدأ اعمل قصة دي ازاي في لوحة بيسموها motor control center يبقى انا لازم كل سيكشن يبدأ يحدد ايه النقاط بتاعته اللي عايز نظام البي ام اي اس يكون فاهمها تمام وعايز البي ام اي اس يتحكم فيها فبطلع لوحة بيسموها motor control center لوحة التحكم في المواتير لوحة التحكم في المواتير بيجمع فيها كل اجهزة الحماية تمام البروتكشن والконترول وادمجهم تمام مع بعض وبالتالي اقدر من خلالهم اتحكم في الاقسام طيب الاحمال المرتبطة حسب نوع كل قسم اول حاجة في الميكانيكل طبعا الاحمال الاقصر استهلاكا للطاقة واللي ليها نصيب الاسد هي المكيفات او التكيفات فاحنا بناخد رقم واحد اخواننا المكيفات التشيلرز تشيلرز بانواعها سواء كانت سواء كانت مياه او هوا يبقى تشيلر اير اير تشيلر او ووتر تشيلر سواء كانت هوا او مياه رقم اتنين رقم اتنين التشيلد ووتر بامب المضخات التشيلد ووتر بامب سواء كانت برايماري سواء كانت برايماري بامب او سواء كانت سكندري بامب وبعدين Air Handling Units Air Handling Units Air Handling Units بعدين بناخد Fan Call Unit أو بيسموها FCU وبناخد VAV Variable Air Volume Variable Air Volume طبعا بنتعامل هنا مع Duct Heaters مع Heaters والFans بصفة عامة ومنها Exhaust Fan والBriturization Fan والJet Fan والSmoke Extract طبعا دي كلها أنواع الفانز اللي أنا ببدأ أتعامل معاها طبعا في أحمال ميكانيكية بتبقى خارج المنظومة هي أحمال ميكانيكية ولا يست تبع المكيفات أو التكييف زي المصاعد أنا بتعامل معاها في نظام البيم ميز البامبز طبعا بالمضخات المختلفة اللي مش مستخدمة في التكييف أي أنواع مضخات زي مضخات إطفاء الحريق زي اللي احنا شايفينها دي والدوميستيك بامبز والإررغيشن بامبز تمام فدي تقريبا معظم الأحمال اللي أنا هتعامل معاها في أنظمة البيم ميز في الميكانيكا طيب في الالكتريكال سيكشن مع مهندسين الكهرباء طيبا ممكن أراقب واتحكم فيه الـ تمام واحد التوزيع الحلقي في تعالى الأنواع المختلفة من ممكن أتحكم في toughest اللوحات الكهربية زي و الر و السб بانيل والوتوماتيك ترانسفير سويتش او الاتي اس نقدر كمان نتحكم في اليو بي اس او اللي احنا بنسميه مانع انقطاع الكهرابي او بيسموه ان انتربتابول ان انتربتابول ان انتربتابول اللي هو اليو باور سبلايو اليو بي اس طيب بالنسبة للناس بتوع اللو كارنت تيار الخفيف انا اقدر استخدم البي ام اس عشان اتحكم في انظمة تيار الخفيف في المبنى زي انظمة الحماية والسلامة والرفاهية زي ايه زي الديتا سيستم انظمة البيانات و كاميرات المراقبة سي سي تي في سيستم و انظمة التحكم في الدخول الاكسس كنترول سيستم و الاسمارت لايتنج الانارة الزكية نسميها او الاضاءة الزكية و الفاير الارم سيستم نظام اطفاء الحريق تمام طبعا حسب نوع المبنى بيبدأ يدخل تمام انظمة مختلفة و نكتفي بهذا القدر في المحاضرة الاولى بتعريف بانظمة البي ام اس سيستم او نظام التحكم في المباني او نظام ادارة المباني ترجمة نانسي قنقر